اشتركوا في القناة انا شايف سنة يعني فيه تركيز وفيه دوافع وفيه كل حاجة في المنعب لكن برضه تحيس ان فيه بعض العيبة عندهم سنة اجهاد شوية انا على رأسهم امام عشور امام عشور كمان ما بيساعدش نفسه بيمسك كورة كتير جدا وما بيساهلش الحكاية وعايز يليم الناس عايها ويعمل بصها قاتلة لأي حد بيبقى عنده التمريرات اللي خالى شكل البنك الاهلي جايد جدا الطريقة اللي لعب بها في الاول واحترم النادي الاهلي ولكن بعد ما دخل فيه جول فتح خطوطه وفتحة الخطوط دي كانت معال حظ ولاب كورة من كورة مقطوعة بالنسبة لنا احنا زي ما قلتلك انت يتقطع منك كورة في ناحية تانية زي ما انت عايز بس ما يتقطعش عندك هنا ويحصل كورة عرضية ويجي منها الجول بعد كده طمع طريق مصطفى في الاداء ده وفي الشكل ده ولكن الفرع اللي هي زي ما كنا بتاعت البنك الاهلي بنكلم عنها احنا زعلانين ان هي في المركز زي بس ولكن انت اكتشفت ان بيملكه محمد هلال وياه انور وكريم بامبو في حتة والدفاعات بتاعتهم مخترقة جدا يمكن اي من اشرف الوحيد اللي عنده اقاع في المكان وبيحاول يستلم ويستخلص اي هجبات من النادي الالي بهدوء في الحتة دي لكن اول تغيير كان محمد عبدالغاني اذا المدرب شايف برا ان في صغرة وراجل فعلا عمل فاول كبير جدا اللي هو يرجع كورة صغيرة جدا فتحصل ضغط عليه فهو الضغط اللي احنا بنعمله جيد جدا ولكن في حاجة خطيرة جدا في المباراة في الشرط الاولاني الماث لعب مفتوح جدا يعني الفرقة دي مش خلاص فرقة بنك الالي فتحت خطوطها كلها حايز تجيبها تجه بس انا عندي هدف وطارجت لازم اتعادل او لازم يكون ليه وجود معاكل فرق ولكن اللي انا شايفه ان اللياقة البدانية بتاعت بنك الالي مش هتسعفه خلال التسعين ديئة كلها تمام كابتن اسامة النادي الاهلي سهل المباراة على نفسه في الدية تلاتة لما احرز هدف لكن رجع البنك الاهلي بسرعة للمباراة لكن النادي الاهلي برضو فرض سيطرته واداءه على رتم المباراة وادر يسجل هدفه كان ممكن يزيد من الغلق ويضيف الهدف التالت وفعلا فيه ضغط كبير من النادي الاهلي فيه بالذات الجبهة الشمال شغالة كويس قوي اللي فيها معلول وامام عشور وريدا سليم يعني تحس فيها نشاط وحيوية كبيرة وعملوا اكتر من كرة خطر والجون الاولانية عمل حلو قوي بين معلول اللي احنا قلنا بيتحرك في توقيتات ممتازة امام حطالوت التزديدة ثم متابعة من مودست هم على طول جابوا جونة عن طريق كريم بامبو فيه مشكلة شوية زي ما كابت الشريف قال في نص الملعب اتفتح قوي في الناحيتين يعني هما بيوصلوا لمرمى مصطفى شبير بسهولة بيستلموا سهلا اه استلام من كريم بامبو من يوء النور اللي عمل ناحية الشمال كان عامل جابة شوية كويسة قبل ما يروحنا على التلمين وبرضو احنا بنوصل لتفنسون بسهولة جدا وممكن تحرز اهداف لكن نص الملعب مفتوح يتحس المباراة رايحة جاية وان كنت انت اللي مسيطرت في غالبية الشروط وبعدين في مشكلة شوية بين رامي ربيع وعمر كمال التمركز بتاعهم والمسافة اللي بينهم مش مظبوطة يعني كريم بامبو ويوء النور كانوا ممكن يجيبوا منها اهداف او على الال يتعدلوا المسافة بتتفتح بين عمر كمال ورامي ربيع عمر كمال واخد ناحية عالي معلول ورامي ربيع واخد ناحية اكرم توفيق بس احيانا المسافة بتبقى اكبر من اللازم مفروض استردباكين بقم دايقين شوية المسافة ما تبقاش واسعة كده هي دي عاملة مشكلة مع الانفتاح في نص الملعب لكن زي ما قلتلك احنا كان ممكن نضيف هدف تالت بسهولة جدا وبالذات الجبهة اللي فيها ريدا سليم يمكن كريم فؤاد واكرم توفيق مش شغالين بنفس قوة الجبهة اللي فيها ريدا سليم في المقابل لازم النادي الاهل يتمركز شوية في نص الملعب احسن وقلنا لازم يبقى فيه مساندة من كريم لنص الملعب وريدا سليم عشان نص الملعب يتدايع عليهم المساحات ما تبقاش سهولة انه بيوصلوا العالم معلول واخرم توفيق والمسافة بين رامي ربيع وعمر كمال لكن بسافة عامة الاهل عامل شوت جيد بس حتة دي اللي هي ايه قفل المساحات لانك انت لاتك ازبان مش ضروري على طول تبقى في حالة هجوم يعني لازم تلم نفسك شوية وبعد كده اقدر اجيب هدف تاني وتالت لان هما مندفعين جدا للهجوم يعني كابتن عادل زي ما النادي الاهل ممكن يضيف الهدف التالت ايضا البنك الاهلي ممكن يرجع للمباراة ايه اللعبة النادي الاهل لازم تخلي بالها منها في الشوت التاني خاصة بتتكلم على كريم بامبو تحركات جيدة جدا يوء النور عنده سرعات وكمان اضافت كابتن طريق مصطفى باسامة فصل في نهاية الشوت الاول يعني احنا اتكلمنا قبل الاستوديو قلتلك النص الملعب يبقى عندك مرون اعطية اللي بيدافع واللي اتنين افشا وامام عشور حتة الدفاع عندهم اقل شوية الحاجة التانية انت بدأت المباراة سريعة شوت سريع جدا ولكن انت خطأ في التمركز من كمال يعني عشان ده مكان جديد اه يعني مكان جديد عليه ان اردت انك انت تروح بنتيجة كبيرة مع البنك الاهل تكسب بنتيجة كبيرة يجب انك انت تنزل واحد كمان في نص الملعب في الناحية الدفاعية جنب مرون اعطية في الوقت ده هتقدر انك انت تنتص كل الهجمات اللي هي السريعة بتاعتهم وتشتغل مش بتكلم انه ده الاهل يلعب على الهجم المرتدة ولكن عادة الكرة كده هم هيطمعوا فلازم الاثنين واحد زي خمسة واحد فاكيد هيعمل طارق مصطفى هيعمل ريسك بس الريسك امتى بقى مش هيبدأوا من اول الشوق سلية ولا كريم ندفة يعني لا اول سلية طبعا في الوقت الحال لكن انا عاوز اكلمك انه كانت القسامة المهمة في الوقت ده انك انت تخلي تستفز فرقة البنك بلغة الكرة وتستفزها ازاي انك انت تحسسه ان انا بدافع شوية لو حسسته دي مش معنى ان الناد الاهلي دافع ولكن لازم تحسسه بحتة الدفاع عشان يعني كان مش الناد الاهلي اتلاقي مسحات كبيرة جدا وراهم فانت لازم يبقى فيه تغييره سريع انا عرف ان مستر كولرر ما بيغيرش اللي في الديار 75 وهو في الديار 70 لكن اتمنى ان هو يغير بدري علشان اراحت كمان امام عشور عشان امام عشور اخاف من الشدات والحاجات دي لانه مجهد قوي تمام كابتن بلالزم الكابتن عادل قال ممكن كولرر يتدخل بين الشوطين ونشوف تغييراته ولا يبقى الوضع كما هو بتقدم الشوط الاول فارد سيطارته الاداء مميز اللعبة كلها شغالة بلغة الكرة في الملعب ممكن نغير دلوقتي ولا يستنى شوية بعد بداية الشوط التاني مثلا بعشر داية ربع ساعة بص يا سيمة الاداء الهجوم انت معندكش ازمة فيه بالعجز انت ممكن تسجل الهدف التالت افضل اداء الهجوم بتتكلم على ريدا سليم ومودست وكريم فؤاد وكريم فؤاد وبيسندهم من تحت افشا وامام عشور وماران عطية برضو بيعمل الزيادات وعمل ثروباس حلوة قوي قوي لريدا سليم كان ممكن يعني يبقى فيها هجم واحدة لكن الازمة كلها عندك في خط الدفاع الازمة كلها عندك في الناكنتر الرباعي الخلفي ده اعتقد اول مرة يلعب يلعب مع بعض دي رقم واحد دي رقم اتنين تجربة جديدة بالنسبة لعمر كمال في كالسنتر باك خد بالك هم عندهم ميزة في الحتة اللجومية عندهم سرعات في الحتة اللجومية عندهم سرعات بينطلق بسرعة جدا عندهم اتنين وينجرز وميزينه وعندهم اتنين حب وميزين ده اكتر مميز فرقة فرقة البنك الآن النهاردة وعندهم سرعات وينطلقوا بشكل كويس بقداروا يعمل الزيادات بشكل كويس بعملوا كولات العكسية بشكل كويس تمام وجدتهم فرصتين ثلاثة محققين كابتون تسجلوا منه ادف انا شايت موجة نظر الشخصية عشان تزبط الحتة دي كويس لازم تخرج عمر كمال يلعب الرايد سنتر باك وتحط اكرم توفيق او تنزل محمد هاني يلعب سنتر باك وتلعب بعمر كمال ناحية اليمين عشان تزبط الملعب بشكل كويس لكن كده لأ انت انت هتزال عندك خطورة طول الشوت التاني تلعب طول ما انت بتلعب الحتة دي لان برضو ده مش مركز عمر كمال عبدالواحد مش المركز ممكن اه في بعض الاوقات خد بالك عشر دقايق بص ربع ساعة انت بتهاجم عندك مشكلة لكن هتستعين بيه في مباراة كاملة بتبني بيها تمام بتاكتك او بتشتغل بيها لا موضوع محتاج محتاج وقت عشان يلعب الحتة دي محتاج وقت كتير يا كابت اه يلعب ليفت باك يلعب رايد باك انت بتلعب على الخاط هو كمان مميز حتة ايه الانطلاقات والحاجات الطولية انما النهاردة انت بتتكلم في منطقة حساسة جدا هم مركزين بص اكابتل مركزين في الملعب من وجهة نظر الشخصية مش هحد يلعبه راس الحربة والسنتر باك دي حقيقة تمام ممكن اي حد يلعب بكرة اناسف يعني اي حد يلعب راس الحربة اي حد يلعب الواحد يجري كتير انا اقصد اقول ايه راس الحربة لازم يبقى راس حربة بس ممكن يلعب هو وينج وممكن يلعب تحت راس الحربة انما النهاردة هتحط وينج راس حربة مش هديك المرضود اللي انت حايزه كذلك السنتر باك صعب ممكن سنتر باك يلعب بكرة على فكرة لكن مش العكس مش الرايت باك يلعب سنتر باك تمام الا اذا بقى كان لعب مميز وامكانياته وجباره وبيعرف في لعب دماغه وعنده مقاومات السنتر باك فالنهاردة عمر كمان مش باقول انه سيء باقول ان التحرك اخد بالك اخد بالك الوقفة والتحرك وامت امت ارحل الناحية دي وامت اضغط ورده وامت اعمل التغطية وامت اقرب من وامت اقرب من رمي ربيع يعني اللي عايز الوقت كبير دي اه طب محتاجة وقت طويل عشان خطر ينساجن في الحتة دي فانا رأيي شخصي عمر كمان من بداية الشوت التاني يلعب نحت المينيون زي محمد داني لعب سنتر باك مش تقليلا من اداء كرم توفيق ولكن عدلة للملعب وزبطة للأداء بتاعت النادي الهدي اخيرا عشان وقت توقع هدف تاني شوت تاني زي ما توقعنا الاول اكيد اعتقد ان فيه اهدف برضو شوت تاني للجيمة فتوح لبين الفريتينة وسهل بشكركم شكرا جزيلا نروح لفاصل وبعد الفاصل نشوف حضراتكو بعد نهاية لقاء الاهلي امام البنك الهدي